أنقل لكم من جامعة طيبة مشاهدين الكرام نموذجا من معارضها وحملاتها التوعوية التي تستهدف دائما منسوبيها وطلابها إلى رفع المستوى التوعية والتثقيف اليوم تعيش الجامعة مشاهدين حملة توعوية هي في الأساس معرض تتحدث عن أضرار السجائر الإلكترونية على الصحة والأسرة تنضم معي في اللقاء دكتورة صفا جنبي وكيلة عمادة شؤون الطلاب بالجامعة صباح الخير دكتورة صفا ويديكم العافية صباح الخير حياكم الله وأهلا وسهلا بكم بداية خلينا نعف البطاقة التعريفية لهذا المعرض والذي يتحدث عن أضرار السجائر الإلكترونية أولا حب أشكركم حب أشكر قناة الإخبارية وحب أشكر برنامج اليوم على الاستضافة نحن هنا في جامعة الطيبة تحت قيادة معالي الدكتور عبدالعزيز السراني عندنا حملات توعوية للمجتمع داخل وخارج أسوار الجامعة ليس فقط في موضوع التدخين لكن في موضوع أخرى كثير في اهتمام كبير بالطلبة وبالمجتمع من داخل وخارج الجامعة الذي نعيشه في هذه الأيام هو معرض توعوي وحملة توعوية للتثقيف بمضار التدخين كان فيه اهتمام كثير من معالي المدير في هذا الموضوع وهي حملة وطنية من وزارة الصحة ابتداء وقمنا باحتضانها في وكانة الجامعة للشؤون التعليمية تحت قيادة سعادة الدكتور خالد المسعود الحملة حقيقي تضم نخبة كبيرة من المهتمين بالإقلاع عن التدخين جميع الجهات سواء كانت جمعيات أو وزارة الصحة أو جهات داخل الجامعة تثقيفية وفنية جمعناها في مكان واحد لتوعية المجتمع لتحصين الحصانة الذاتية لدى الشباب داخل وخارج الجامعة في هذا الوقت طبعاً إحنا موجودين في كل مكان وإن شاء الله بعد ما نخلص من الجامعة إن شاء الله كمان سنطلع بره جميل بالنسبة لهذا المعرض يعني هو يستهدف فقط الطالبات وهل هذا المعرض عام لجميع أفراد المجتمع أم فقط لمنسوبات الجامعة هو المعرض عام لجميع منسوبات الجامعة تستهدف بالذات الشباب وكذلك عندنا بعض النقاط تستهدف النساء هو في الوقت الحالي في شطرة الطالبات لكن هناك توجيهات من معالي المدير إن المعرض يذهب إلى المجتمع خارج الجامعة أيضاً هل هناك هدف لاختيار موضوع السجارة الإلكترونية؟ هل نقدر أن نقول أنها تحولت إلى ظاهرة عند النساء أو عند الفتيات والشابات؟ السجارة الإلكترونية كانت في الأول وسيلة للإقلاع عن التدخين وكانت انتشرت كثيراً وصاروا الناس لا يعرف أشياء سوية في الطيارات وكذا لكن الآن أصبحت منذ انتشارها ظاهرة يجب الإقلاع عنها أيضاً هي مشكلة السجائر السجائر أو التبخ مشكلتها معروفة إنه هناك عذار لها لكن الناس يعتقدوا إنه السجارة الإلكترونية مفيدة فلذلك أصبح مهم جداً إحتنا نوعي أيضاً ضد أضرار السجارة الإلكترونية بالنسبة للمعرض هل هو معرض فقط يتحدث عن الأضرار هل هناك ندوات أو جوانب توعوية مصاحبة للمعرض وماذا يقدم المعرض؟ نعم هو معرض المعرض يضم جميع الجهات التي تهتم بالتبخ وأيضاً ليس فقط تثقيفي ولكن أيضاً من الناحية الفنية تعبير عن مدار التدخين من الناحية الفنية يوجد أيضاً محاضرات مصاحبة من الوحدة الصحية وورش عمل والمهم أيضاً أن الجهات نفسها تتحدث مع بعض وترى ماذا يفعلون مع بعض لكي لا يكون هناك ازدواجية في العمل بل يكون هناك تضافر في العمل أختم لقائمك معك دكتورة صفاء بكلمة تقدميها لطلابنا من أبنائنا وفتياتنا حول أهمية المسامة والمشاركة في مثل هذه الحملات التوعوية طبعاً إحنا لدينا في هذا المعرض ليس فقط الجهات الرسمية والحكومية شاركت ولكن كانت عندنا مشاركة قوية من الأندية الطلابية فإحنا نحب أن هم يشاركوا معنا من الأول لكي يروا ماذا يكون هناك ولكي يرى المجتمع ماذا يستطيع أن يقدم طالباتنا وطلابنا عندما هم يشاركون تكون الرسالة أقرب إلى الشباب التي نستهدفهم شكراً لك دكتورة صفاء مشاهدين الكرام هذه الحملة التوعوية ومثلها مثل باقي الحملات ليست فقط للتوعية والتثقيف وإنما أيضاً رسالة توجه لأبنائنا وجيلنا الناشئ بأهمية تواجدهم بيننا بصحة سليمة طبعاً مشاهدين الكرام كنت معكم أنا فدم طبقاني من المدينة المنورة وعودة إلى زملائي في الأستوديو